اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سنوات انجازات مهمة الحقيقة على مدار السنوات الماضية مصر شهدتها واهتمام كبير من القيادة السياسية ومن الحكومة المصرية بهذا الملف خلينا نروح للنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب اهلا بك معنا سيد النائب على نغن فهم يعني هذا الملف ربما ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار السنوات الماضية شهد انجازات كبيرة جدا واهتمام من الدولة بشكل كبير فيعني لو حركت اطلعنا عن اهم هذه الانجازات وكيف اثر هذا الاهتمام بتنمية اقتصادية مستدامة لفئات الحقيقة كتيرة جدا داخل النسيج المصر وطبعا منذ نتولي سيادة الرئيسة فالتح السيشين هذا الامر في اهتمامات القيادة السياسية والحقومة والبرلمان ويمكن لحضرتك لازم نبقى كل اهلنا في مصر عارفينه ان في ادات الدستور في نص دستوري بيقول تولي الدولة عناية خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فكان لزاما ان احنا كبرلمان فيه لأول مرة لجنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اساس ان دائما السلطة التنفيذية لازم يواكبها سلطة اشريعية ويماء اللي كده اه كانت توجهة القيادة السياسية بان لازم يبقى فيه اب شرعي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لحقيقة اه عندنا مثلا اكتر من 17 وزارة ويمكن اعجب الله حقيقة وستين جهة حقيقة بتشتغل في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدون اه تنفيق فيما بينها كان للزمن ان احنا نعمل ايه نعمل ايه اه اب شرعي وبناء عليه اعملنا القانون 152 ده سنة عشرين عشرين صحيح ده 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 القانون ده كله يعني القوانين المنظمة دايما بتبقى ايه انتحك بتجيب موظم حاجة مثلا اه في المرور ده القانون فبتع بالنسبة التزم بيه والمخالفة بيبقى فيها اجراء تمام لكن هذا القانون احنا ايه مية وتسعة مادة كلها حوافز اه من اه خفض رسوم جمهوركية على الالات والمعدات ده كل ما بقولك حاجة مية وتسعة مادة حوافز لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صحيح يعني ايه ما فيجوش اجراء ايقابي واحد تمام وبالتالي دي اتحنا هذا الامر لان اه 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 احنا قدامنا اه اه مرحلة مهمة جدا اللي هي توطين الصناعة فيبقى اي صناعة النهاردة عشان تقوم ويبقى عندنا توطين صناعة فتبقى لازم دايما العمود الفقري او قاطرة الاتصاد هي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر صحيح فبالتالي كان لازم يبقى فيه دعم كثير جدا وقوم بدليل ان تشوفت حالات الموبارات اللي اطلاق خاصة الرئيس في البنك المركزي في جهاز تنمية المشروعات يمكن غيرنا الرؤية تماما بحيث ان احنا اه زي محضرتك كنت بتقول في بداية الحديث ان جهاز تنمية المشروعات دلوقتي اه المنح وفر اكتر من ثلتمية وتسعين الف فرصة عمل مستهدفنا ان احنا ايه دولة المصرية خلال الخمس سنوات ان احنا ايه كل سنة لازم نوفر مليون فرصة عمل فبقى لازم ان احنا نتوسع واجهة القيادة السياسية من خلال المجمعات الصناعية من خلال التاسرات اللي على الاصحاب المسروعات ويمكن كمان اهتمامنا الشديد دلوقتي اكثر بالمسروعات اللي ايه اللي بتعمل قيمة مضافة للاقتصاد المصري ماشي ودية اللي احنا شغالين فيها بشدة الامر الثالث ان احنا مفترض النهاردة ان احنا نتوجه اه كبرلمان وانا عضو امان المشروعات اه في اه المركزي في امانة هزم مستقبل وطن احنا بنعمل ايه مفترض ان احنا النهاردة يبقى عندنا رؤية واضحة نبتدينا نبتجه للتوجه اللي قاله للشيد الرئيس اللي هي ملظمات المجتمع المدني فبالتالي ملظمات المجتمع المدني اللي عندنا هي جمعيات اهلية شغلة في المسروعات اتحادات مستثمرين اتحاد مسروعات صغيرة اه اتحاد رجال الاعمال الافارقة فابتدينا ان احنا نعمل حوارات مع الناس دي كلها بحيث ان شاء الله ان احنا نقدر خلال فترة وجيزة بعد انتخابات الرئاسة ان شاء الله ان احنا نطلع بورقة موحدة لازالة العسارات بطريقة اه اه هذي المسروعات حتى يمكن ان احنا فعلا نمشي في موضوع تلطين الصناعة بالاضافة ان احنا اه اه عندنا رؤية ان احنا نعمل ايه في المناطق الصناعية كلها اه ان ارضى حضرتك بيز باي مشروع موجود ان ارضى اي مستثمر او اي رجل اعمال مصري بيعمل مشروع فبتحلو التنمية الصناعية الاراضي ماذا كده ؟ صحيح وهو مقترض ان اأنه هو لما يجي اخد ارض علشان يبني مصنع جديد او يتوسع الزم نا للزم نا هيئة التنمية الصناعية او هيئة الاستثمار بانه يتقدم لنا ايه تااااااا الراجل بقى قبل ماشتغل ما تعملهش معوقات قبل ماشتغل لازم يقدم لنا الصناعات المكملة بتاعتهم англий الخليل بالتالي ان الغارضة انا قدر اخد ايه هذا الامر واعمل له دراسات جدوى واشوف اللي انا ممكن اصنعه ايه ايه في مصر اللي انا بستورده كصناعات مكملة للصناعة الكبيرة ايه للصناعة الكبيرة انا بستفيد من هذا الامر امرين ان صاحب المصنع الكبير بيجنبه الصناعات المكملة ايه بتاعته صحيح تمام تاني حاجة ان انا في ايه اهلال الوردات يعني ايه انا بحل حاجة اللي انا ايه بدفع فيها عملة صعبة انا ممكن اصنعها اينا في مصر ففي افافية تبقى رؤية شاملة خلال الفترة القادمة ايه اه برؤية واحدة مع المجتمع المدني مع البرلمان مع الوزوات بحيس ان احنا فعلا نقدم ورقة عمل واحدة بحيس ان احنا ننخب بهذا القطاع ان شاء الله يعني هذه الجهود اه هم تبعها مع حضرتك سيادة النائب بكل تأكيد لشان نعرف كل ما هو جديد في هذا الملف احنا تحت امراجا وكلنا بنحب اطراب اه بصرنا اكيد طبعا النائب محمد كمان الملعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب شكرا لوجودك معنا على لغم فاهم شكرا لك مع السلام